حرصا على سلامة المجتمع والإجراءات الوقائية لتعزيز البيئة الآمنة للطرق قررت إزارة الداخلية إجراء تعديلات على قانون السير والمرور تعزز سلامة المرورية أثناء الطوارئ وجريان الأودية وسقوط الأمطار وتحديث عدد من المخالفات المرتبطة بهذه الإجراءات الوقائية وهي مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة بفرض غرابة تقدر بألف درهم وستة نقاط مرورية تضاف لملف السائق ومخالفة دخول الأودية أثناء جريانها أيا كان مستوى خطورتها وهي ألف درهم وثلاث وعشرون نقطة مرورية إلى جانب حجز المركبة لمدة ستين يوما فضلا عن مخالفة إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور والإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية هي غرامة ألف درهم وأربع نقاط مرورية إلى جانب حجز المركبة لمدة ستين يوما ترجمة نانسي قنع